بسم الله الرحمن الرحيم المزاح بين الرجل والمرأة حرام ما بيها مجال القضية سواء بالواقع سواء في وسائل التواصل أي امرأة غير محرم على الرجل يعني مو أخته مو زوجته مو أمه هاي المزاح معها حرام أحد أصحاب الإمام الباقر سلام الله عليه كان يعلم امرأة القرآن يعلمها قرآن أخو هذا شيء جيد أثناء تعليم لها القرآن ما زحها صار فد عبارة من عندما زحها بشيء وراء مدة دخل على الإمام الباقر عليه السلام الإمام مباشرة قل له ما قلت لها هاي الامرأة كنت تعلمها القرآن ما قلت لها شنو قلت لها هذا الرجل يقول فأنا غطيت وجهي حياء استحيت من الإمام الباقر غطيت وجهي أنه أنا ما زحت امرأة شوف القضية مو هينة قضية مو بسيطة إمام الباقر سلام الله عليه أجابه قال له لا تعودن إليها هاي القضية اللي سويتها لا ترجع لها لا تمازح امرأة لا تحل عليك لأن القضية أبدا مو هينة لا نصورها في شيء بسيط المزوح جائز مع الأخوت مع البنت مع الزوجة مع الأم مع أي امرأة تحل عليك أما امرأة لا تحل عليك سواء في الواقع بالدوام عند لقاء مثلا تجمع عقارب أو في وسائل التواصل بالمحادثة وغيرها المزح غير جائز بين الرجل والمرأة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة